هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون شاشة تلفزيون قطر ويتهادى إلى أسماعكم الجميلة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة 103.4 FM رب العزة سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة كان أمة مع أنه واحد لكنه استطاع أن يؤدي الدور اتجاه ربه سبحانه وتعالى حلقتنا وموضوعنا في هذه الحلقة نتحدث عن دور الفرد اتجاه المجتمع واشتراه اتجاه الدين واتجاه الوطن لكن السؤال كيف يمكن أن يخدم كل هذا ضيفنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الفتاح مورو أهلا وسهلا بك شيخ عبد الفتاح مرحبا بكم السلام عليكم تحية طيب لكم والسادة المشاهدين والمستمعين وسعد الله يومك بكل خير الله يسعدكم سيدي شيخ عبد الفتاح ذكرت في عبارة من عباراتك الجميلة أن الزمن لا يقاس بأيامه ولياليه ولا بدقائقه لكنه يقاس بذلك الأثار وكأنك تحمل الفرد الأمانة العظيمة أمام هذا الكون العظيم وهو لا يزيد عن 180 سنتيم ما بين الأطول المتوسط هل يمكن لهذا الفرد أن يتحدى كل هذا المحيط قدر الإنسان متأتن من المسؤولية التي يتحملها والتي جعلته يميز عن غيره من المخلوقات حتى أن الملائكة تتوقف عند خلقه وسأل الله تعالى هتجعل فيها من يسيد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وهو يعلم أن هذا الفرد المحمل بالمسؤولية قادر على أن يتحملها وقادر على أن يكون هو المشرع فوق الأرض بسم الله تعالى وهو الذي يقيم الحق بسم الله تعالى وهو الذي يعمل الكون بسم الله تعالى والخلق قام على تكليف فرد والرسالات قامت على منطلق من فرد ما فيش رسول إلا وهو فرد جاء للعالم ليغير أوضاعه ثبت على مبدأه دعا دعوته قام بواجبه وكان جلهم هم الذين غيروا نظرة الناس للحياة وأججوا في قلب الإنسان قدرته على أن يتحول يد القدر الضاربة نحن أمة تؤمن بأن القضاء والقدر يضرب بيد الإنسان الفاعل المؤمن الذي يتعلق بالله تعالى الذي يؤمن بالقيم الذي يؤمن بأنه قادر على أن ينجز ما الذي يحتاجه شيخ عبد الفتاح هذا الفرد ما الذي يحتاجه حتى يكون قادر على تحمل المسؤولية دعونا أخذ جانب مهم قضية الإعداد الروحي ذكرت أنت في أكثر من اللقاء لك في قضية نظر الإنسان إلى هذا القرآن وظاهر القرآنية وتعلق الإنسان بالقرآن كيف يمكن أن يعد نفسه إعدادا روحيا قادرا على تحمل هذه الأمانة المسؤولية هو أن يشعر بأنه مكلف أن لا يعامل نفسه بأقل من المكانة التي وضع الله فيها هذا الإنسان الذي طوله 1.80 والذي هو 50 جرام من الكربون وهو 10 جرام من الزنك والحديد فقط هذا هو عقل هو إرادة هو فعل هو تصور هو تغيير هو قدرة هو فعل للمستقبل الذي ينبغي للمؤمن أن يعيه أنه قادر على أن يفعل رغم عن كون صفاته الجسدية لا تسمح له لكن تكليف الله له والتقديم الله له على بقية الكائنات هو الذي يحوله إلى إنسان فائل قادر لذلك كان الإيمان هو المنطلق والإيمان هو أن تدرك أن معك وأمامك ووراءك وحسيبك ومساعدك الذي يملك السماوات والأرض وهي بين يديه يفعل بها ما يشاء هو الذي معك يأمرك فإذا بدأت سعيت إليه شبرا سعى إليك ذراعا وتقربت إليه باعا تقرب إليك قدر السماء والأرض لأنك تدرك بأنك تفعل باسمه وللظاه وأنك تقيم الحق بين الناس لأنه أمرك بذلك نحن لا نعي مكانتنا نتصور أن مكانتنا النقف بين إيد الله تعالى نطلب الدخول للجنة قضيتنا ليس الطلب الدخول للجنة قضيتنا أن نقرب منه بحيث هو يرانا ويسمعنا ويكون سمعنا وبصرنا وهو الذي يؤيدنا وهو الذي يقف إلى جانبنا في حالة الضعف نصبح أقوياء في حالة الفقر نصبح أغنياء في حالة الجهل نصبح علماء به وبدينه جميل إذا أخذنا الشيخ هذا الجانب جانب الروحي ينتقل بعض من يبدأ يتحدث عن هذا الفرد ومسؤولية قال يحتاج أن يعد شيء يسمى بالإعداد العقلي أنه يتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى يتفكر في آياته أيضا لكن المشكلة الشيخ عبد الفتاح أحيان نجد أن بعض الناس يريد أن يعيشك في زمانه خصوصا إذا تقابل الشباب مع الكبار وهو يجلس في حضرته لكن هذا الكبير يتكلم في الماضي وعن السابق وعن الأحداث السابقة وكأنه لا يرى أن هناك الأحداث متغيرة كيف يمكن أن نبين للناس أن العقل يتغير بتغير ذلك الزمان هو العقل هو إدراك الواقع هو فهمه والشعور والإحساس بل الإدراك اليقيني بأن هذا الكون بوقائعه هو خاضع لناموس وقالون وأن الله تعالى لم يخلق الدنيا سبدا جعل خاضعة لقوانين يريد ذلك في قوانين الطبيعة التي نتعلم منها أن كياننا نحن ووجودنا هو خاضع أيضا لقوانين بعضنا لا يعيها لا يدركها وبعضنا يعي القوانين التي حكمت زمنا ويتصور أن هذه التي حكمت زمنا ماضيا هي عينها التي تحكم الأزمان المتتالية هذا ليس صحيح جعل الله قوانين ثابتة في الكون لا تتغير بتغير الزمان صحيح لكن فيه جوانب ثانية هي التي ينشو الإنسان لنفسه ويحيط نفسه بها هي التي تتغير وهي التي تفرض على الإنسان أن يتناولها بشكل جديد ولولا هذا ما كان الله ليبعث نبيا بعد نبي إيش ينقص عيسى حتى يبعث الله محمدا ما الذي ينقص موسى حتى يبعث الله وعيسى أولئك أنبياء وأوقتهم وأدركوا زمناهم قالنا ربي قلوا آمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى براهيم وإسماعيل آخر الآية يعني هؤلاء أنبياء في زمنهم لكن الدواء الذي جاء على أيديهم لأزمانهم أصبح غير عامل لزمننا لأن الزمن تغير فهو كالدواء الذي تشتريه بالصيدلية ويمر عليه وقت الفاعلية فلن تستطيع أن تعتبره دواء هو كان دواء في وقته ما جاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدواء الخالد الذي يقوم على القيم الأصيلة للإنسان ووكلنا أمر تدبر حياتنا المتغيرة المتبددة لولا ذلك ما كان ليأتي الشافعي بعد مالك ولا ليأتي أحمد بعد الشافعي ولا ليأتي داود الظاهري بعد أحمد بن حنبل وما كان للفقه أن يتطور لولا أن الدنيا تتغير وكل يغرف من معين القرآن والسنة ليعامل الواقع الجديد بما يقتضيه من أوامر ونواه وقوائل وتصرفات واليوم نحن في حاجة إلى أن نعي زمننا لا أن نعي تاريخنا فقط أنت يا أخي فتحت علي باب غمة جل الأمة تتكلم عن ماضيها عن عدل عمرة وعن إنصاف أبي بكر وعن عثمان السخي وعن علين الشجاع لكن عندما تسألهم أين من أبنائكم من يتقمص هذه القيم من يحييها في قرن الخامس عشر القرن الحادي والعشرين ميلادي أين فينا من يرد الاعتبار لهذه القيم العظيمة للإسلام يسكتون وكأن الإسلام جاء لوقت مضى وانقضى وانتهى ونحن لا نعيش إلا بتعداد فضائل أولئك أولئك كانوا فضلا لكن يهم نحن مطلوب مننا أن يكون من شبابنا من أبنائنا من فتياتنا من يحول تلك القيم إلى واقع نعيشه حتى نشعر بأن هذا الإسلام خالد وأنه لكل زمان وأنه لكل مكان وأنه يضف علينا من الرحمة والتربية والخلق والأدب والنعمة والرفاه ما يجعلنا نعيش في كنفي زمنا هذا بعضهم شيخنا دافعية تجاه هذا القول وأنه يتمسك من قضية أنه والله يقدم الكبار بأفكارهم ولابد أن يكون الصغار تحت ضلال فكرهم وكذا يقول أن هؤلاء هم عاشوا خبرة معينة وعاشوا عمر معين فعلمتهم التجارب مع ذلك نجد في المقابل أن هؤلاء الأفراد الشباب تحديدا يبتعدون وينفرون منهم سيد الكريم الله نعى على المشركين مجموعة من الأخطاء من بينها خطأ أساسي وهو أنهم لم يريدوا أن يتحولوا عما ورثوه عن آبائهم إنا وجدنا آباء على أمه وإنا على آثارهم مهتدون هذا المعنى نعاه الإسلام وكأنه يشير لنا بأن التجارب الأولين تأخذ بعين الاعتبار لذلك خصص القرآن ألف آية سدس القرآن تقريبا للحديث عن تجارب الأمم التي قبلنا لكن لا على معنى الوقوف عندها فقط وإنما البناء عليها وتجاوزها والحياة كلها هي تجاوز لما بناه الماضي نحن نعترف بحق القديم على الجديد في أن يعتمد نتائج أعماله لكن ننطلق منها لنبني الجديد حتى يأتي الذي بعدنا ويزيد البناء بناءا لو لهذا ما تطور الفيزياء ولا تطورت الكيميا ولا تطورت الطب ولا تطورت المعلوماتية ولا تطورت علوم الإنسان جميعا الحياة قائمة على اكتساب الماضي والبناء عليه للتجاوز نحو المستقبل الأمر الذي رزقك الله شيخ عبد الفتاح وهو حب الشباب لك يعني مثلا في دخولك للتلفزيون وجلوس الشباب معك والحديث معهم أيضا حدثون الإخوة في قدومك بالطائرة وقرب الناس منك لماذا نجد هذا في الشيخ عبد الفتاح بعد طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى ومنة الله عليك ولا نجده عند البعض وربما بعضهم ينفر من الآخر الآخر يتقدم سنن وعمران وأخذ ماخذ كبير أولا سألوهمهم العمر الثاني في تصوري أني أنا شباب ليس شيخوها ليست مرحلة زمنية هي مرحلة عقلية هي أن تشعر بأنك اكتفيت وأنك أصبحت تفيد على الناس وأنك سيد المعلومة وأنك تخاطب الناس وكأنك أستاذ من علو تنظر إليهم وهم صغار أمامك الذي ينظر للشباب وينظر الناس على أنهم يعلمونه ويربونه وأنه يجد المعرفة لد الصغير والكبير ويجد الإعانة لد الصغير والكبير ويتعلم من الناس جميعا لا يمكن أن يكرهه الناس أحب الناس يبني وأعطيهم قدرهم بل إن دعوى الأنبياء قبل أن يدعو الناس إلى الله كسبوا ثقة الناس ألا ترى أن سينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سيرة محمودة كان يحبه الناس جميعا كان أمينا كان محبوبا بين الناس قبل أن يبعث نحن نحتاج أن نربط الصلاة بالإنسان أن تكون لنا صلة بتلك النفس المتحركة التي تحتاج من يسأل عنها من يربط على كتفها من يستنير بهديها من يسمع منها من يعطيها مقاما هذا الذي يعصي وهذه التي تعصي لعل مقامها عند الله تعالى أفضل من مقامي بين يديه وأنا لا أدري كيف أموت وكيف يموت هو إذن عندما ترى الناس وتأخذ منهم الحكمة وتتعلم منهم وتربطوا على كتافهم حتى ولو كانوا في معصية في بعض الحالة نمر بشباب سكران فقلوا يا ابني يا ابني لا تنسني من دعائك فيبكي ليش يبكي لأنه يشعر بأني أنا في حاجة إلى دعاء هو ليستطيع أن يستجيب فقل كيف هو يطلبني الدعاء وأنا سكران هذا حث له على أن يكون في مقام عال دون أن تنتقص منه لا تقول كلمة سيئة لا تقول للأعور يا أعور ولا للأحول يا أحول وأنه يقول بصرك ما شاء الله حديد وأنت قادر على أن تبصر الأشياء بشكل أفضل مما أبصر أنا به الأشياء لك عين قوية تبصر أكثر مني لأنه عنده عين واحدة فسيد الكريم أنا أقول لك الشباب يحبون من يرفع مقامهم إحنا في كذلك من أحيان أعطينا للشباب الرياضة وشغلناهم بكرة القدم وأصبحوا من آخر أسبوع إلى آخر أسبوع يتحركون والرياضة لكن في الأخير إيش أعطيناهم حتى يبدوا رأيهم في بناء أمتهم مجتمعهم يا سيد الكريم هذه الدولة وهذا الوطن هو للشباب قبل الشيوخ لأن الشيوخ استنفدوا أغراضهم أكلوا شربوا تمتعوا تزوجوا انتهت آمالهم فيش يفكر يفكر أن يموت في العز بينما هذا الشاب يفكر كيف يبني كيف يشيد كيف يقيم صرح وطنه ولذلك هو مقدم في الاهتمام هو مقدم في المعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حكمة لما قال نصرني شباب وخذلني الشيوخ لأن الشيوخ محافظون لأنهم لا يريدون التغيير الشباب قابل التغيير قابل التضحية الذين انتقلوا إلى المدينة المنورة بعد البيعة الأولى والبيعة الثانية كانوا شبابا جلهم في 23 و24 سنة هم الذين راحوا إلى المدينة يبشرون بالإسلام ويعلمون أهل المدينة القرآن حتى إذا طلع عليهم وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقتبله صغارهم بطلع البدر علينا ليش؟ لأنه أرسل شبابا يبشرون الناس بمستقبل ديننا ليس دين العجزة مرحبا بالشيوخ أمثالي مرحبا بالعجزة أمثالي لكن ديننا هو دين الشباب دين التغيير دين البحث دين القوة دين العزة دين الرفعة ليس دين الرؤوس الملتوية والأعناق المهزومة وإنما هو دين الرؤوس المرتفعة المعتزة نحن نؤمن بقيم نحن قيمنا هي قيم الله تعالى التي قام عليها الكون كيف لا أعتز بذلك كيف لا أفرح أنا بين يدي هداية تهدي قلوب الناس جميعا وتستطيع أن تجمل هذا العالم على ما فيه من اختلاف تجمع على صعيد واحد هذا العالم لم يوحد منذ نشأته إلى اليوم لأنه قسم على أساس الانتماء للقبيلة والانتماء للجنس والانتماء لللون والانتماء لللغة والانتماء للمستوى الاجتماعي آن الأوان أن يعيش البشر وحدة كاملة ليس فيها فوارق هذه تجدها في دينك يا أستاذ دينك يدعو لذلك هو الذي يجعله الأسود كالأبيض والغنية كالفقير والعالي كالواطي إذن هذه القيم من يستطيع أن يؤمن بها الشاب الذي له حلم الذي يؤمن بالقيم الذي ليس وراءه التطبيت ليس وراءه أسرة تثبته ليس وراءه زوجة ليس وراءه أبناء هو في مقتبل حياته هو أبني للمستقبل حتى إذا تزوج أخذ بعين الاعتبار أنه سيحول بيته إلى مكان تعاش فيه هذه القيم عبد الفتاح أنت تنظر إلى نقطة جدا مهمة في قضية دعامة الفرد ووجود وإمكانية حياته في هذا الكون في قضية التتلح العلمي لكن أنت تطرقت إلى نقطة قبل فترة وكتفتها وذكرتها أيضا في مسألة التفريق ما بين العلم الديني والعلم الدنيوي والعجيب شيخ عبد الفتاح أنك ذكرت لفظا أن هذا باب الغيبوبة عن الحياة وكأن هذا التقسيم لا ترى أنه مناسبا يا أستاذ أولا نحن ندخل الإسلام لن ندخله بالجهل نحن ندخله بالمعرفة والعلم لأن باب الدخول إلى الإسلام كان يقرأ باسم ربك والصورة الثانية نون والقلم وما يسطرون هذا باب الدخول على الرسالة العمر الثاني العالم خاضع لقوانين المعرفة هي اطلاع على هذه القوانين وفهمها وإدراكها ولذلك لم يأتي العلم في مكان من الكتاب والسنة إلا وأتى في موضع التبجيل والتقدير والاحترام والعلم هي كل المعارف التي تصلك إلى فهم المطلوب منك من ربك وإلى فهم واقعك في فترة وفترة نحن قصمنا العلوم إلى العلم ديني وعلم دنيوي ليس معنى علم ديني وقع وبعض شباب يقولي علم شرعي وعلم الشرعي بالله يبني علم الطب هو علم شرعي ولا لا يسكت وعلم الفيزياء والكيميا وأنت تركب الطائرة علم قيادة الطائرة هل هو علم شرعي أم ليس علم شرعي يسكت قال الذي يعلمه أن كل العلوم علم شرعية بعضها تشتغل بالنص الكريم المقدس المحترم وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه وما يستنبط منه من أحكام لكن فيها معارف أخرى ضرورية لفهم الكتاب ولفهم السنة هي هذه العلوم الإنسانية التي تعلمني طبيعة نفس الإنسان وطبيعة مجتمع الإنسان وطبيعة العلاقة بين البشر وهذه التي كان يعيها علماؤنا القدامى لأن المعرفة لديهم لم تكن قاصرة على فقه ولا على أصول فقه وإنما كانت منتشرة إلى جوانب المعرفة جميعا اليوم نحن قصرنا المعرفة على معرفة الكتاب وسنة طيب يا سيدي مرحب أهل وسائل على رأسي وعيني لكن الذي يعرف الكتاب والسنة ولا يعرف علم النفس كيف يقارب نفوس الناس وما هي تدرج الإنسان في الفضيلة والرذيلة والذي لم يتعلم علم الاجتماع ليعرف كيف يخاطب الأمم وكيف يغير عراءها والذي ليس له معرفة بوسائل الاتصال كيف يمكن أن تنفع تلك العلوم الشرعية سيرفض الناس سماعها منه إذا لم يكن قادرا على فتح أبواب في عقولهم تدخل من خلالها المعرفة إلى الرؤوس فتحول تلك الرؤوس إلى فاعلة نحن في بعض الأحيان نعلم الناس منذ 14 قرنا استوي رحمكم الله في مسجد يقول استوي رحمكم الله والموسيق والمسلمين يستوي إلى العون لماذا؟ لأننا لم نتوجه إلى عقولهم لنفهم سبب هذا نفس الإنسان سيد الكريم هي نفس المعقدة القرآن أشارنا إشارة ونفس وما سواها فألهما فجورا وتقواها كل آيات المتعلقة من نفس الإنسان لكن هناك معرفة هي معرفة إنسانية افتكها مننا الغرب يبغي أن نسترجعها ونضيف عليها من كتابنا وسنة نبينا ما يجعلها مجيرة لمصالحنا مجيرة لقيامنا وينبغي بواسطتها أن نعي القدرة على أن نصل إلى قلوب الناس أستاذ أنت اليوم في وسيلة إعلام لو لأنك عارف بطرق خبرة الناس والدخول عليهم والحديث إليهم وعارف قيمة الصورة واللون والجهة وأجلستني في مكان وقلت لنزل رجلك هكذا وارفع إيدك هكذا لأنك تعلمت علما يسمى علوم الإعلام وعلوم الاتصال هذه العلوم هي التي تساعدك على أن تبلغ النص وأن تقادر أن تخاطب الملايين في غمرة دقيقة واحدة يمكن أن تغير عقولها أذكرك فقط قبل قليل مرت صورة بالتلفزيون صامتة عشر ثواني طفل رفضه البحث وضربه الموج على ظهره نعم تلك الصورة المؤلمة هذه دخلت قلوب الناس جميعا وبيوت الناس جميعا بدون كلمة أستاذ الذي يطلبه من شيخ والإمام والمدرس والأستاذ أن يكون له القدرة على الإجاز لكن أن يذهب طوالي إلى مكان التأثير فيغيره هذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يفعله قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة نفوس الناس هي التي طوعته بأن يأتيه شخص قل له قل لي اعذني يا رسول الله هذا يقول له لا تغضب هذا يقول له يذكر الله كثيرا ليش لأنه عرف من نفسيته ما يصلحه نحن كأننا في خزانة دواء كل من يمر أمام خازن الدواء يعني الصيدلي يقف واما يقول له أنا مريض يعطيه نفس الدواء دواء واحد دواء واحد يقول دي أنا مريض براسي يعطيه دواء مريض برجلي نفس الدواء مرض بعيني نفس الدواء نحن نحتاج إلى صيدلي الطبيب يشخص المرض والصيدلي هو الذي ينزل الدواء المناسب على المكان المناسب لقتل الداء المناسب وهذه علوم العلوم الإنسانية التي يسميها الآن علوم إنسانية علوم النفس علوم الاجتماع علم الإمارات البشري والاتصال واتصالات الدولية والعلوم السياسية وغيرها هذه نحتاج أن نكرع منها نحن مقصرين فيها دكتور إذا قارنناها بعلوم الطبيعة اليوم ودراسة بعض الأبناء والبنات يعني أنا لا أنوم مجتمعاتي لماذا؟ ليس؟ أنا بدأنا أخيرا لأننا لم نتنفس ريحة الحرية لهم منذ خمسين ستين سنة وعفقنا على ناس الطب بأيديهم والبيطرة بأيديهم وتسير الطائرات بأيديهم أرسلنا أبنائنا ليتعلموا هذه العلوم الخدمية طيب جميل لكن نحن ندرك أن العلوم الخدمية وحدها لا تكفي لصنع هذا العقل ولذلك أنا أقول اليوم لنحزم أنفسنا وبيش برأي أهل العلم والمعرفة في العلوم الشرعية يجب أن يساعدوني في هذا الكلام يجب أن يعتبروا أنفسهم معنيين بهذا الكلام ويجب أن يحولوا خطبهم ودروسهم لدعوة أبنائهم أن يفقهوا هذه العلوم ويدركوها مش يا شيخ وقتين يجيك تلميذ أو طالب يقولك فين نروح قلوا دخل كل شريعة قداش مش تخرج أنت من عالم فقه يا عمي عشر ألاف عالم فقه إحنا كم نحتاج في مجتمعنا هو التكليف الشرعي طلب مننا أن أعرف الحلال والحرام لنفسي فإذا حضر الصيام يجب أن أتعلم واجبات الصيام ومملياته إذا حضر نصابه مال لدي علي أن أتعلم أحكام الزكاة المتعلقة به ما زاد على ذلك من تعمق في هذه العلوم هو ليس فرداً هو فضل هذا الفضل يجب أن يحسب على حسب حاجة الأمة إذا الأمة اليوم في حاجة إلى خمس ألاف طبيب يجب أن نعد خمس ألاف طبيب إذا الأمة في حاجة اليوم أن نصنع مئة عالم نفس لابد يكون عندنا مئة عالم نفس ويكون عندنا خلص مئة عالم اجتماع يجب أن ندرك بأن فيه علوم نحن نحتاجها لا نهتم بها ولذلك العلماء مطالبون بأن يولوا هذا الأمر من الاهتمام ما يجعله نابعاً عن قناعة فيهم ليس عن مجامل لأن بعضهم يجملني ويسكت عندما تكلم ولا يرد علي لكن فيما غيب يقول والله الشيخ يليت يعني قال نقرأ الفقه العنبلي ونقولك ما تقرأش الفقه العنبلي روح اتعلم يا عمي خوض المطولات وخوض الشروع لكن أنا أقول لك قمتك في حاجة اليوم أن تخرج من حالة الزهول نحن ذاهلون يا أستاذ نحن مليار وسبعمائة مليون لكن ذاهلون في العالم غيرنا وليسطع كل شيء أنت حبت الدواء التي تداوي رأسك من فين تأتيك ما يتأتيني من لندن أو من باريس يا عمي إذا حبت الدواء تأتي من هناك كيف أقول وأني أنا أحقق وجودي وكياني الشرع يقول لي أنت نعقص الدين يقول لي أنت مذب عاصي لأن كسب هذه المعارف هو فرض كفاية هو فرض على الأمة جميعا لا يسقط عن الأمة إلا إذا قام به أفرادها فإذا لم يقم به الأفراد نكون نحن جميعا عصاة ولذلك رجائي أن يتفهمني مشايخي بأن العالم اليوم ينتظر منهم أن يتقدموا خطوة إلى الأمام وحكامكم ينتظرونكم حكامكم لم يمنعوكم من ذلك ينتظرون منكم أن تساعدوا على صنع العقول صنع القلوب صنع الإرادة الشباب يحتاج إلى من يصنع إرادته من يصنع الإرادة يا أستاذ المربي والأستاذ والمرشد والواعظ والإمام والخطيب هو الذي يصنع الإرادة ويجب أن يعير عمله بما يراه من تغيير في سلوك الناس وأقول الناس بعد خطبته بعد درسه لا يبقى العالم كما هو قبل الخطبة وبعد الخطبة وإلا أصبحنا نرتضي لأنفسنا أن ندخل بالسكري إلى مستشفى ونخرج من المستشفى بنفس السكري هو هذا المستشفى؟ هذا مقبر يا عمي أدخل بالضغط وأخرج بنفس الضغط من المستشفى أن أرجع له؟ هذا ليس مستشفى نحن نحتاج أن محلات الوعظ والإرشاد والتدريس والجامعات تطور عطاء الأمة نحو تحقيق أمرين اثنين الأمر الأول إرادة والأمر الثالي قدرة الأمة تحتاج اليوم إلى شباب ذو إرادة وإلى شباب ذي قدرة كيف تقرأ الشيخ عبد الفتاح مورو قضية الوعظ اليوم سواء كان على المنبر أو مواعظ الوعظ ذكرت فيه الفكرة معينة كانت تطرح من فترة أخرى أن قضية ما وجدنا اليوم من مجتمعاتنا في الوعظ اللاذع والنقد اللاذع إنما كان بأننا نحاول أن نعيش زمان ليس بزماننا ونتحدث عن صور غير محسوسة فبالتالي لا نستطيع إيجادة في أنفسنا فنحاول إيجادة في الآخرين فنشد في قضية الوعظ هل فعلا نحن عندنا مشكلة في الوعظ؟ يعني ما أشكر اللعاظ على ما يقومون به هم يقومون بعمل كبير وعظيم جدا ويحتاجون كل التقدير واحترام لكن الذي أقوله كذلك أن الوعظ لا يسبح فاعلا إلا إذا شخص المرض ما الذي ينقص الأمة اليوم؟ يجب أن يشخصه ويجب أن لا يجلد أمته يعني إذا كان أمامنا شباب وشباب هذا مخطأ نتصور عنه مخطأ لا ينبغي أن نعامله بالقصوة والسب والشتب والتكفير والتجريم هذا الشباب يحتاج من يقوده الشباب هذا يحتاج أن نعطيه المجالات أنا أقول لك يا أستاذ عندما تروح إلى شباب جالسين في المقاهي لا يوصلون ربما وتطلبنا تقولوا أنت حامل أمة يا ابني أنا أرجوك أن تحمي أمتك في القضية الفلانية أنا أحتاجك أن تسوي لي ترتب لي مكتبة في مسجد يأتيك ويرتب لك مكتبة في مسجد لا تكلمه عن الصلاة هو نفسه سيجد ونفسه في المكان يصبح يصلي الله أكبر هو سيراجع نفسه في سلوكاته ويعتبر نفسه مطلوب أنا مرة داخل المسجد أراد أحد المخمورين أن يضحك مني في باب المسجد يضحك مني وهو يكبره لسنه أنها سنه 22 و سنه 40 فقال لي في باب المسجد قال لي عم الشيخ ممكن ندخل المسجد معاك وهو ينتظر منك رد غير هذا الرد أنا قلت له يا ابني أنا أطلب منك الإذن بالدخول إلى المسجد لأن هذا المسجد جاء في حارتك أنت صاحب المسجد وأنا ضيف في هذه الحارة تأذن لي أدخل مسجدك فانقلب من رفض إلى قبول أصبحه صاحب المسجد وعندما دخلته معه المسجد وهو يدخل لي أول مرة وكان سكران ما قلت له لا روح لا توضى ولا صلي قلت له يا ابني أنت ممكن تساعد في المسجد تصبح مسؤول في المسجد قلت له لا عرفش نصلي قلت له لا أطلب منك شيء واحد أن توفر لهؤلاء العجزة الماء عندما يطلبونه والمصحفة عندما يرغبون فيه هؤلاء العجزة لا يستطيع أن يقوم يجيب المية ولا يجيب المسجد فأنت تسهل فأنت تسهل هذا وعندما تحضر الصلاة إنشأت صليت وإنشأت خرجت في اليوم الثاني أصبح حمامة المسجد وهذا الرجل أصبح داعي لله تعالى لأن هذا الرجل أنا عندما خطبته خطبته على أنه كفاءة على أنه قدرة على أنه إنسان على أنه قادر يفعل وأنا إذا كنت لا أراه في الصلاة أرأه قادرا في شيء آخر فهو فاهم أنه مسؤول في دينه ولذلك جاء ليخدم دينه ويخدم أتبع دينه دون من من أحد وعندما احتفلنا في آخر الشهر لم نحتفل بذكرى نزول القرآن قلنا لهم ذكرى نزول القرآن احتفلوا بها في السماء تنزل الملائكة وارحوا فيها بإذن ربهم من كل أمر قلتهم احتفلوا بصديق لهذا أبو القاسم الذي زينا المسجد لأنه خدمنا في رمضان فأصبح جل المصلين يمروا عليه يقبلون ورأسه وهو لم يصل إلى منذ ثلاثة أيام فقط وهذا أصبح أمامة المسجد وصاحب المسجد يا ابني الكريم في مجتمعاتنا نفوس ملأ إيمان قلوب نعبضة بالمحبة في بعض الأحيان تغطيها تلك الأخطاء العابرة إذا سكتنا عليها تلبد عليها الغطاء وأصبحت رانا يغطي القلوب فلا ترى الحقيقة أما إذا وجدت من يزيل عنها الران دون الإساءة للمريض الطبيب عندما يداويني وانا عندي مرض السكري فيعطيني دواء ويقول لي لا تشرق المشروبات السكرية لا والأكل السكري لا في المرة الثانية يعير فيجد السكر ارتفع إيش يفعل يا أخو عصا يقول يا كل هاي ليش ما تسمع الكلام لابدا يقول لي هات خمسين أولا مقابل العيادة والثاني يا عمي ليش ما تسمع الكلام هذه صحتك في الميزان إحنا ليش ما نخاطب الناس بهذه الطريقة يا أستاذ لو للعصات أنا لا أدخل الجنة وأنت لن تدخل الجنة وأنت ليش مسوي الحصة هذه بقول لي أنه في عصات وفي ناس يحتاجون التذكير أنت تدخل الجنة لأنهم عصات ليش تكرههم إذن أنت تحبهم تكره المعصية لكن تحب هؤلاء الناس لأن لو لم حبتهم ما استطعت أنت أن تنجز حصة يستمعون إليها رفع لقدرك شيخ عبد الفتح مورو مشاهدين ومستمعين الكرام فاصل ونعود إلى جميل كلام ضيفنا في هذه الحلقة الآن يمكنكم متابعة إذاعة القرآن الكريم عبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، انستجرام، سنابشات، تليجرام واليوتيوب على حسابنا الموحد حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى برنامجكم برنامج بصائر وضيفنا في هذه الحلقة الشيخ عبد الفتاح مورو الشيخ عبد الفتاح كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع الوعظ وكيف نحتاج إلى طريقة جديدة في الوعظ اليوم جلد الذات من ناحية تبيين للناس أن نعيش في ذل ونعيش في هوان ونحن في آخر الركب ونحن متأخرين ونستطيع الإنجاز ألا تشعر أن هذا يدفع الإنسان إلى تكاسل وعدم تحمله للمسؤولية التي يريدها الله منه هذا يدفع إلى أحد أمرين وهما إما الشعور بالبعد عن إمكانية الإنجاز فيتخلى يعني هذا أنا مش قادر مش قادر إذن أنا أنسحب أو أن يسرع في الإنجاز مخالفا بذلك سنن الكون وهذا خطر كبير يا أستاذ ولكنكم تستعجلون ربي قال الذين يستعجلون هم الذين يريدون نضج الثمرة قبل أن يأتي إبانها كالذين يتزوجوا مرأة وبعد شهرين يقول لأيها نزليه إيش نزلوا أنا في حاجة الطفل يا بلدي تسعة أشهر لا يقول مع ليش نزلوا قبل شهرين شهرين تسعة أشهر وينزلوا وأرغب أن يكون بالإحياته إيه هو هذا كلام الشباب الذين يحملون السلاح اليوم ويقتلون الناس قالوا أبوش يسووا دولة إسلامية ويش عارف إيش ما الذي يدفعهم لذلك هو استعجالهم هؤلاء يشعرون المسؤولية حيال أمتهم ولكن يقول إحنا غير قادرين على أن نفعل شيئا ولذلك إما أن تفعلوا تحت السلاح وإلا أقتل نفسي وأقتلكم وأخرج المسؤولية أنا وريد أن أدخل الجنة هو يتصور أنه كان يهرب من هذه المسؤولية كان يهرب بينما المنطق يقتضي أن نتبع السنن الأقوام إيش هو السنن الأقوام التغيير والإصلاح خاضع لقانون الزمن لأن كل شيء في الكون خاضع لقانون الزمن خالق الله تعالى السماوات والأرض في ستة أيام لعجز منه هو لا يستطيع أن أقول كن فيكون قادر ولكنه هذا المعنى أراد أن يثبته فينا ليشعرنا بأن كل شيء في الكون يحتاج إلى زمن الشجرة تحتاج إلى زمن والثمر تحتاج إلى زمن والولادة تحتاج إلى زمن والبناء يحتاج إلى زمن وتغيير عقول الناس وسلوك الناس يحتاج إلى زمن إحنا قضيتنا أن نعرف الطريقة الموصلة لتغيير عقول الناس وأن تظهر الزمن أنت عارف من فيه شخص أنت ذكرته عظيم من عظماء الإنسانية هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وإسكال تسليم هذا الرجل لما عجز عنه وحرك الناس وكان جهبذا هو الذي ربط العقيدة بالنظر في الكون ربط التوحيد بفهم سنة للكون وهو الذي أقام أول حق للإنسان حق الحياة منع ذبح الإنسان لفائدة الآلهة هذا اللي نسمع نعيد للإضحى هو إعطاء حق الحياة للإنسان أول واحد أعطى حق الإنسان للحياة هو الذي كتب أول صحف يعني كان أول من دون المعرفته أول من دون المعرفة في تدخل الإنسانية هو إبراهيم وهو الذي قنن أول من قنن وعلى ليس الثاني إلا ما سعاه هذا ما أخوذ من صحف إبراهيم طيب هذا الرجل جاء من العراق وراح إلى فلسطين والشام ونزل إلى مصر وبعد استقر بالحال في صحراء بواد غير ذي زرع أقام بناية رمز بها إلى إصراره على أن يبقى على هدفه لم يخرج من الدنيا وهو آيس أقام بناء في واد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع وطلب أمة وقائدا الله أكبر ربنا ومع فيهم رسولا منهم يعني طلب أمة للطائفين والعاكفين وركع السجود وطلب لهذه الأمة قائدا يقودها يعلمها ويهذب أخلاقها يربيهم ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم طيب متى استجاب الله له يا عمي إبراهيم هذا مش أنا عامنا والأبي من الأنبياء سيد الأنبياء أبوهم استجاب له بعد 26 قرنا لا إله إن الله بعد 26 قرنا جاء سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال أنا دعوة أبي إبراهيم يا عمي إحنا الواحد مننا يدعو في مجلس يقول الله يا رب يرزقني مالا وقبل أن نخرج من مجلس يدخل إيده لجيبه يشوف وصلت الأموال ولم ما وصلت شي إحنا نقول يا ربي اهدينا ونعتبر عن الهداية ستتم اليوم مش صحيح مش صحيح فيه قانون قانون التغيير الذي يأخذ بعين الاعتبار الوقت إذا نبي انتظر 26 قرن كيف نحن لا ننتظر السنوات الطوال لتتغير عقول الناس لسنا مطالبين بالنتيجة وللقوا الأبناء هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم لست عالين بالمسيطر أفأنت تكله الناس حتى يكونوا مؤمنين لعلك باخر نفسك على أثاره أنت تقتل نفسك ليس من دوري لنقتل أنفسنا لكن من دورنا أن نكون على السنة نرقوين أن نقول كلمة الحق تؤتي أكلها اليوم بعد عشرين سنة بعد عشرين قرن القضية ليست قضية الدين دينه وهو ينصره لكن أنا عبده أنفذ أمره فيها في شأن دينه ولذلك نقول أبنائي الوقت هو الذي ينجز عندما وعد نبيه بعد انقطاع الوحي بأنه لم يتركه ما ودعك ربك وما قاله إيش قاله ولا سوف يعطيك سوف للمستقبل البعيد يعطيك ربك فترضى وعده وهو يريد أن يربط على قلبه أن يقربه إليه كان ممكن يقوله أعطيك الآن قال لا حتى لا يكون مخالفا لسنة الكون أنت أعز الأنبياء عندي وأنا أحبك ستتعب فإذا فرقت فانصب ستتعب لكن سوف أعطيك نتيجة عملك ستكون إيجابية في الدنيا وأعطيك في الآخرة كذلك ليفهم هؤلاء أننا مطالبون بأن نكون على الطريق القوي أن ندفع أن نشخص المرض نعطي الدواء الصحيح أن أول الدواء يا أستاذ أن تعطي قدرة إيجابية للمريض حتى يغلب المرض بإرادته عندما تكون تقف قدام مريض حينك سفرة وإذلك ما تسمعش وأنفق معطل ويبدأ ينزل عليه العذاب يموت بعد دقيقة يأتي عزرين يقول خذوه ولكن عندما تقف أمامه تقول يا أخي ما صح أنت مريض عينك سفرة لكن أنت شجاع وقادر وستتغلب على المرض واستعين بالله وخل قدرتك من الله تعالى هو يشفيه وإذا مرضته فهو يشفيني هذه هي القدرة التي تجعل المريض قادرا أن تغلب على المرض إحنا يجب أن نرجع الأمل في أمتنا نحن أمتنا حية لم تمت إحنا أم حية يا أستاذ قيامنا حية وقادر على أن تتجدد جاءتنا فترة متى مرض خمسة قرون مش حاجة كبيرة إذا جددنا علاقتنا بالله وجددنا علاقتنا بقيامنا وجددنا علاقتنا بواقعنا وفهمنا موقعنا في العالم سنفعل اليوم بعد قرن بعد عشر قرون ليست قضيتي لكن سنفعل وسيبقى الحق ويدوم الحق ويستمر الحق ويعيش أهل الحق وينتصر أهل الحق في نقطة شيخ عبد الفتاح في مسألة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية استعجالهم وكانوا ينظر عمر بن الخطاب وغيرها من الصحابة كان ينظروا إلى هذا الدين وهم يعلمون أنه دين الحق مع ذلك النبي يهديهم في قضية عدم الاستعجال هذه نقطة جدا مهمة أنا لا أريد أن نتجاوزها شيخ عبد الفتاح إلى ما بعدها إلا أن تعطي رسائل محددة كيف يمكن للإنسان أن يعود نفسه على عدم الاستعجال في نصر الله سبحانه وتعالى من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في بعث هذه الأمور المهمة رسول الله سلم و هو المؤيد من السماء دخل المعارك المختلفة أصيب في وجنته صلى الله سلم كسرت ربعية أسنانه فقد أعز الناس و أقاربه حمزة فقد أعز صحابته أمامه عاش شرف العيش أربعين يوما لم تشتعل النار في بيته كان يعيش على الأسودين الماء والتمر و من من عندما يتحدث عن طعامه يقول مبارح تعشيت مع وفطرت مع فيه واحد يتكلم عن الماء كان يستعمله كمكمل لطعامه عاش في حصار في شعب أبي طالب أكثر من سنتين و هو محاصر عانى من قضيته رغم أن كونه نبياً هذا دليل على أن العمل لصالح الدين يقوم على الجهد البشري و أن الله تعالى حتى مع نبيه لم يغير قانون الكون الذي يقتضي البذل لانتظار العطاء إن تنصروا الله ينصركم حتى مع النبي إذن نحن مطالبون بأن يكون فينا من المعنى التضحية يعني تقديم الواجب ما يجعلنا ننتظر عطاء الله متى شاء و متى أراد و لسنا مطالبين بأن نسأل الله تعالى مقايضة يا ربي هل انصرتك أنصرنا بعضنا الآن يرفعيدي يقول يا ربي أنا احنا متخلفين مشوعتنا بالنصر بعضهم الآن كفر خرج من الملة سامع شباب يحدثونني قال هو هاو نقتل احنا في الشرق و الغرب و دماغنا تهدر و احنا مشتتين في العالم خمسة مليون مشتتين وين ربي قلت و ربي قال لك أصبر واثبت وفعل الخير وزيئة النصر لأن في الدين التغيير هو رهيل الجهد وأن الله تعالى لا يقدم أمة على أمة ولا قوما على قوم ولا يتدخل في معركة الحق بالباطل ربي لا يتدخل في معركة الحق بالباطل إلا إذا تقدم أهل الحق لينصروا الحق عندها يتدخل لكن إذا لم يتحرك أهل الحق اذهب أنت و ربك فقاتل إنها هنا قاعدون تيبقى قاعد انت هناك لن تنصر لأن الله جعل التغيير والنصر رهيل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن تنصروا الله ينصركم فالمطلوب من أبلائي والشباب أن يعوى أن القوانين التي وضعها الله تعالى الكون وجاء الأنبياء للتبشير بها تفرض علينا أن نبذل في تغيير وضعنا ما نستطيع من جهد شهد مسدد معرفة إيمان محبة اجتماعية يعني بغير يكون لدينا معرفة أننا نكون درويش المصلي مش درويش المصلي مش يؤمن باللا معقول ونهار كله يحدث فيه على كذا خرافة مش خرافة وشاف في المنام وتشوف في المنام ولا متشوف في المنام فيه قضايا قرارها الشرع يعني بغير أن تكون خاضعا لها عقل واعي إيمان قوي ومحبة اجتماعية أن تكون حبيبا للناس وأن يحبك الناس لتستطيع أن تغير وضع الناس كيف يمكن للفرد شيخ عبد الفتاح مورو الآن بعد ذكر هذه التكويرات التي ينبغي عليها أن يكون حاصل عليها من قضية المعرفة والروح والعلم وعدم الاستعجال الثمرة أمام هذه الرقعة الكبيرة بعضهم يقول طيب أنا فرد واحد كيف يمكنني أن أساغم في نهضة هذه الأمة وأنا فرد وأمامنا هذا الرقعة الكبيرة وهذا المشركون هو نفسه الذي قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في غار حراء وينظر على بعد عشر كيلو ينظر إلى الكعبة في غار لا يستطيع أن يقف فيه قصير كان ينظر وكان يرى الكعبة تتحول إلى عاصمة الدنيا إيش قالوا وهو يبشيرهم بهذا قال هذا مجنون مجنون هذا يتكلم عن شيء لن يحصل كالذين كلموا شخص في ألمانيا اسمه بانز في القرن الثامن عشر خرج يستقبل الربيع هو صديقه وكلاهما راكب على فرس والفرس يأكل من العشب الأخضر فقال لصديقه بعد أربع سنوات سأركبك على فرس من حديد يتحرك دون أن يأكل عشبا قالوا روح يا مجنون بعد أربع سنوات صنع له سيارة سمه سيارة بانز بدائية لكنها تتحرك بدون عشبين التغيير هو في الحقيقة قفز على مصائب الواقع ونحن قادرون أن نقفز على مصائب الواقع الذين ابتدعوا والذين اخترعوا والذين قادوا كانوا فرادا نيوتن إيش كان نيوتن باستور إيش كان باستور أينشتاين إيش كان أينشتاين هؤلاء كان الناس يضحكون منهم عندما قويت إرادتهم وأنجزوا فاهم الناس أن التغيير في الحقيقة هو قدر على تجاوز الواقع ونحن قائمة الأنبياء كلهم فقراء ضعفاء لا يمشي من انطلق من قوة لكنهم غيروا العالم يعني قوة الإسلام أن النبي الفقير المسكين أنا ما يجدك يتيما فآوة وجدك ظالم فهدا وجدك عائلة فاغنة هو الذي ساق على يده هذا الخير الكثير لأمة أصبح عدادها مليار وسبعمائة مليون ما فيش واحد اليوم في العالم إلا هو يتحدث عن الإسلام إسلام من؟ نبي أمي لم يدخل لا جامعة الصوربون ولا دخل كامبريج ولا هارفارد هذا الناس كلهم يتحدثون عنه والكل يقدره ويحترمه واعتبر أول رجل غير العالم وطبع العالم ليش؟ لإرادته لتمسكه بربه ولذلك أبناء الآن كانوا على سننه فسنالهم ما ناله وسيغيرون وضع أمتهم ثم العمر الآخر أقول لك يا ابني نحن اليوم خير مما كنا قبل عشر سنوات افهمني احنا كنا في القرن العشرين هذا الذي انقضى احنا حققنا ثلاثة أشياء احنا خرجنا من الاستعمار كل البلاد هذه كانت مستعمرة حققنا استقلالنا نعمة ولا لا يا ربيك الحمد العمر الثاني شعوبنا بدأت تتحدث عن تغيير وضعها بالإسلام لم تعد تتحدث عن الإسلام على أنه يدخلهم الجنة فقط وإنما أن الإسلام منظم حياتهم أن علاقاتهم يجب تكون على أساس الإسلام أن أخلاقهم يجب أن يربيها الإسلام هذا ما كان في القرون قبل الأمر الثالث نحن دخلنا أوروبا بالصلح ودخلنا أوروبا بالعقود واصمحنا في أوروبا وأمريكا الآن 45 مليون مسلم لم نكن نحلم بذلك أبدا يعني اليوم الإسلام انتشر في العالم موجود في كل مكان ما فيش دولة إلا فيها مسلمون هذا إنجاز عظيم هذا الإنجاز اليوم يحتاج إلى مفكرين إلى نخبة تفكر في أهدافنا كيف ممكن نحقق أن هذه الترابيزة أصنعه أنا وهذا اللباس أصنعه أنا كيف ممكن نحقق أنفسنا شيء من القيمة الاقتصادية في العالم هل ينقصنا بترول؟ تنقصنا أموال؟ لا تنقصنا تنقصنا إرادة لدى شبابنا ممكن هذه الإرادة نحققها بتخطيط من مفكرين أصحاب الرأي عندنا نحن نحتاج اليوم إلى التخطيط إلى المعرفة نحتاج أن نخرج من الدروشة إلى العمل المنظم وإيش هو العمل المنظم؟ نبعث أبنانا للجامعات تتعلمون يحفظون العلوم ويصبحون مساهمين فيها هذه ستجير لصالح الأمة عندما تحول حضرتك أنت ابنك يصبح مخترع في ميدان الكيميا وبنتي تصبح مخترعة في ميدان اكتشاف القمر هذا كله يصب في صالح الأمة ويصب لرفع مستوى أبنائها حينما ناقشت شيخ عبد الفتاح قضية الإنجاز البعض يظن أن الإنجاز لابد أن يراه حالا فإذا لم يراه يقول أنا فشلت بالتالي من يدخل مثلا في ميدان الدعوة وفي ميدان الإنجاز وميدان العمل يبدأ ينظر أنه فشل في تربية أبنائه أو فشل في تربية كذا فيقول أنا غير قادر على أن أنقذ بيتي كيف يمكنني أن أنقذ هذا الدين العظيم وكأنه لا بد أن يكون الإنجاز في هذه اللحظة ونصب عينها في أمرين العمر الأول أن نحن لسنا مطالبين بالنتائج يبعث النبي ومعه الرجل والرجلان ويبعث النبي ولا أحد معه نقول نبي فشل هذا لا إن عليك إلا البلاغ هذا الأول فنحن لسنا مطالبين بالنتيجة على أن الله عندما وعدنا بالنتيجة وهو سيحقق وعده لم يربط ذلك بزمن محدد فأنت لست مطالبا بأن لا تغرس زيتونة إلا إذا تحققت أنك ستأكل من ثمرها بعد ثمانية سنوات عندها لن يتحرك أحد من يضمن أني وأنا أبني بيتي أن أسكنه وأتمتع بالسعادة فيه إذا لم أحصل على هذا الضمان أمتنع من بنائه إذا تتعطل الحياة الحياة قائمة على الإنجاز حتى ولو لم تتمتع بنتيجة الإنجاز سيتمتع وغيرك وسيقوم مقامك في مواصلة المسيرة ولذلك نقول إخواني وأبنائي نحن مطالبون بالفعل متحققون من أن النتيجة ستأتي يعني من كان يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت على لحاف في غرفته غرفة عائشة ولم يحظى بجنازة وطنية مجتمعش المسلمون يصلوا عليه كان صحابته يتسللون إلى بيته يصلون ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة حتى لا يتضخم شأن النبوة في قلوب الناس فينسوا الله تعالى لم يتمتع بجنازة وطنية تمتع بجنازة فردية أصحابه أحبه عندما مات بعد 150 عام تمتع هارون الرشيد بنتاج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال صبي حيث شئتي فسيأتيني خراجك وتدفقت الأموال على الأمة وترفعت حالها وأصبح الناس يتمتعون بالمال ويتمتعون باللباس ويحظون بالعناية بعد جهد لم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته نتيجته وأن ما جاء بعده أن نقول بعد ذلك إنه عمل وخسر عمل وربح صنع أمة صنع عقلا صنع قلبا ثم صنع أناسا يؤمنون بالتغيير وعلماء الأمة هم الذين يؤمنون بالتغيير والنخبة هي التي تؤمن بالتغيير والحكام الصالح هنا من الذين يؤمنون بالتغيير وكل من له تشوف لنقل الأمة إلى مستوى أعلى يؤمن بالتغيير يعني وعلى سنن محمد صلى الله عليه وسلم دور الفرد اتجاه هذا الدين العظيم شيخنا ألا يعطي الإنسان شيء من الغرور بذاته و بنفسه وكأنه مسؤول عن هذه الأمة فبالتالي يرى أن أفسه هو فوق الجميع محلا التربية الإسلامية أستاذ التربية الإسلامية ربتنا ألا نغتر لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنجز ما نسميه معجزة فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كهانا يرغب في أن يرجع إلى مكة ويرغب في أن تتحول مكة إلى قاعدة الدعوة هي القبلة تزال منها الأصنام وتتحول معهد توحيد في آخر عموله ماذا أعطاه الله تعالى عام الفتح؟ ثمانية عام ثمانية أعطاه أمرين اثنين واحدة كانت مقصودة طلبها والثانية لم يقصدها الأولى إذا جاء النصر الله والفتح جاءوا الفتح فدخل مكة واصبحت مفاتيحها بيده سيد مكة لكن الذي أعطاه الله إياه مما لم يكن في حشبانه ومن نبي عليه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني بفتح مكة أصبح تحت سلطته ثلاثة ملايين كيلومتر مربع الله أكبر حتى الذين لم يذهب إليهم من أقاصي عمان ومن أقاصي البحرين هؤلاء جاءوا وتقدموا بطلب في السنة التاسعة في عام الوفود تقدموا بطلب في أن ينظو تحت سلطته وأصبح صعب سلطة تصور يا سيدي واحد من قرن هذا يعطيه الله تعالى فتحا كهذا وهذا الإنجاز العظيم وهذا الإنجاز العظيم إيش يسوي يصعد فوق منصة ويقول يا شعبي الكريم فيكتوري أنا نجحت أنا القائد الملهم إيش قال محمد قالوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجها إيش تفعل ارفع عيدك قل فسبح بحمد يا ربك واستغفر واذكر ذنوبك واذكر معاصيك وفاهموا منها التوديع لكن المعنى الظاهري الله أكبر فسبح بحمد يا ربك واستغفر إنه كان توابة انتهى القضية انتهت مهمتك ادخل ورأسك متقطع ولذلك عندما دخل مكة والناس عندما يدخلون المدن ليفتحوها يدخلون عليهم ريش النصر رافعين رؤوسهم دخل على نقته القصواء ورأسه متقطع لأن النبوة علمتنا أنك تفعل ولا تمن بل إن الفاعل هو الله وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى هو الذي يفعل أنت أداة مأمورة والنتائج بيده سبحانه وتعالى محلها التربية أستاذ محلها التربية أن تفعل للأمة وأن تحيش إنسانا وتموت إنسانا لا تصبح نصف إله لا تطلل للدنيا وتمن على البشر أعلى مقام هو مقام أن تتقطع رأسك لله تعالى وأن تكون عبدا دائما لله ولذلك أحتاج أن أربع لذلك وأبنائي يربونني لأنني أشوف أنا في أبنائي الشباب الآن من يربيني بهذا المعنى في بعض حين أزدهي بنفسي وأقول أنا أفعل فأرأوا متأطئين رؤوسهم يساعدون الناس ويفعلون ولا ينسبون ذلك لأنفسهم هذه التربية التي تعلمناها من أبنائنا هي التربية التي تعلمنا من سيدنا صلى الله عليه وسلم شكر الله لك شيخ عبد الفتح مورو على هذه الكلمات الجميلة وهذا اللقاء الماتع الذي استمتعنا فيه معك رسالة أخيرة في أقل من دقيقة توجهها إلى السادة المشاهدين والمستمعين أولا أنا أشكر هذا الفضل الذي ما ننتبه عليه وهذا البلد الطيب المبارك بقيادته بشعبه بعلمائه يبعث الارتياح وعندما أزور هذا البلد أطبعين وأحس أني في بلدي وأعتبر أن هذا الجهد يستتبعه انتظار طويل لكن تحقيق أمان الأمة أمتنا ستحقق أمنيتها سيأتي اليوم الذين عتزوا فيه بأن نجمع الإنسانية جميعا وننضم إلى ركب الإنسانية في قيمها في أخلاقها في تربيتها وفي محبتها ويا ليت المحبة تسود بين الناس شكرا لك شيخ عبد الفتاح مورو وشكرا لكم أنتم مشاهدين ومستمعين الكرام لنعيش حياتنا على بصيرة نراكم على خير السلام عليكم ورحمته وبركاته هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون